اعلنت النيابة العامة ان مجموعة عدد القضايا الواردة الى النيابة العامة خلال العام 2016 بلغ 117 950 قضية تم تسوية ما يزيد على 116 586 قضية في حين بلغ عدد الجنايات التي تم التصرف فيها من قبل النيابة الكلية 2771 جناية تم التصرف فيها بشكل كامل جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي ترأسه سعادة الدكتور علي بن فضل البعينين النائب العام افصح من خلاله عن التفاصيل الشاملة للتقرير السنوي لأعمال النيابة العامة لعام 2016 امام عدد من ممثلي وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة والذي بيّن فيه عن حقيقة الاحصائيات الإيجابية المتعلقة حول النزول السريع لمؤشرات ارتكاب الجريمة في المملكة بشكل واضح مشيرا في السياق ذاته الى ان النيابة العامة حرصت خلال العام المنصرم على التواجد في العديد من المؤتمرات والندوات التي تسهم في تنمية قدرات جميع من يعمل تحت مظلتها وذلك بهدف صقل قدراتهم والإحاطة بكافة الاتجاهات القانونية الحديثة على الصعيدين الدولي والوطني بالإضافة الى تدارس حقوق الانسان في المجال الجنائي لما في ذلك من فائدة في سرعة انجاز التحقيقات في تطبيق محكم للقانون تراعى فيه اوجه المواءمة والملائمة هذه الاجتماع السنوي مع رجال الصحافة مع أعضاء الصحافة لتحدث بشفافية ووضوح مع عمل نيابة خلال العام المنصرم واضح جدا انخفاض من خلال الاحصائيات التي قدمناها انخفاض معدل الجريم السنة هذه عن السنة الماضية كما قلنا يمكن هي 49 إلى 51 إلى 2% ولكن هي مؤشر طيب نتمنى ان شاء الله نتواصل عليه ويكون هناك انخفاض اكثر وهذا انخفاض ما جاء من فراغ جاء من خلال جهود سواء تكلم عن جهود المجتمع أو جهود الوزارة الداخلية أو النيابة العامة والقضاء نتمنى ايضا ان السنة القادمة تكون هناك جهود اكثر ان شاء الله في سبيل انخفاض من خلال الاحصائيات شكرا